أن فيه مصرحيات عندنا وصلت للمرتبة دي فبالنسبة لي شيء شايق أنا هقول لحضرتك على حاجة ربما يعني فيه ناس كتير ما هواش نوع من المصرية الشديدة عندي لا دي حقيقة المصرح الوحيد في العالم الذي ولد في أول ليلة عرض في أول دار عرض بنيت ولد عالمياً المصرح المصر ده كم من خلال إيه سواء من خلال أوبرا عيدة سنة 1869 أول دار أوبرا في الشرق أول عرض مصرحي في الشرق تم القصة مصرية فرعونية اللي هي عيدة تم أعطائها لأمريد باشا وهو فرنسي يكتبها والموسيقى للموسيقار الإيطالي فاردي وحضرها جميع وفود العالم من جميع أنحاء العالم المتحضر لمشاهدتها في أول ليلة عرض ومازال يتوافد على مشاهدتها حتى يومنا هذا كل وفود العالم وفي العيدة العرض مستمر فأولادة المسرح العالمي مصر ولد المسرح فيها حينما ولد سنة 1869 عالمي وبعد كده جي جيل تاني جيل بقى من الرواد وال يعني زي ما تقولك أخرجت هذه الأبرة أو أخرج هذا العرض جيل جديد بقى من المسرحيين على رأسهم زي حضرتك ما تفضلت الأستاذ عميد المسرح العربي يوسف بيكواهبي اللي لما عمل كرسي لأطراف الناس في أوروبا ده بتاع إيطاليا صح؟ كرسي لأطراف بتاع إيطاليا احنا تكلمنا عنه قبل كده بس عايزين نقول أن في التلاتينات حصل على وسام فارس من أوروبا وبعد كده لو جينا توقفنا عند الخمسين سنة اللي فاتت الخمسين سنة اللي فاتت سنجد أن جيل ما بعد الرواد زي فؤاد المهندس زي حضرتك ما أشارته زي الفناء الفناء القدير فؤاد المهندس والفناء القدير يحى الفخراني ده على سبيل المثال لأن احنا علشان نعدد الأعمال المصرحية المصرية العالمية هي كثيرة ولاقة نجاح ورواج ولاقة نظرة 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 تأمل من الآخر على ما يجريه المصرحيين المصريين في مصر فعشان كده أنا متفق معك تماما في أننا ممكن نتكلم على سيدة الجميلة على سبيل المثال للحصر ومصرحية جوازة طيب المصرحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر